السلام عليكم خلاص يا جماعة خلص الموضوع منتخب مصر ومنتخب الجزائر خارج المونديال فات وقت خلاص نبدأ نهدى بقى كده ونكلمكم عن اللقطات الأسوأ في مباراة الجزائر والكاميرون الخمس لقطات الأسوأ اللي أنا جيبهم لك فيهم ثلاث لقطات اليوم علاقة بفساب تحكيمي أو بأخطاء تحكمية كارثية قدت لإيه؟ قدت لإنك ما تشوفش منتخب من أفضل منتخبات العربية مش موجود في مونديال العرب كلام كتير قوي هنتكلمه عن اللقطات وحاجات كتير أثناء الماتش لكن اللقطات دي من وجه النظري هي اللقطات الأهم أول لقطة يا جماعة هي لقطة هدف منتخب الكاميرون اللي واضح جدا 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 تدخل توانبة على عيسى ماندي ماسك عيسى ماندي كده وبيزقه في رقابته وراح بيه دفعه دفعه قوية جدا ناحية بلحي وهو طلع يمسك الكرة ووقع وقعت الكرة من إيده وكملت اللقطة بهدف لمنتخب الكاميرون اللقطة دي واضحة وصريحة ومفيش فيها جدال ومش هنعد نأفور فيها اللقطة واضحة جدا جدا إنها خطأ من توانبة اللقطة قدامك اللقطة دي كارثة في عالم كرة القدم إزاي ما تتحسبش من الحكم إزاي ما تتحسبش من الظار اللقطة دي يا جماعة تسببت بشكل واضح وفاضح في خروج منتخب الجزائر من المونديال حاجة سازجة جدا في عالم التحكين إزاي ما تتحسبش علامات استفهام كبيرة جدا طيب دي اللقطة الأولى اللقطة التانية بقى هي لقطة ركلتين جزاء ما تحسبش في ركل الجزاء الكرة كده كانت ايه مش واضحة قوي في جسم اللعيف وفي ايده فدي مش هتكلم عنها الكرة اللي انا شايفها كويس قوي هي اللقطة اللي قدامك دي الكرة الواد بيجني في منطقة الجزاء وأمزق الكرة بايده كده خبط الكرة ايه بايده كده وهو ماشي في ناس هتقولك اصل اللقطة دي مش مقصودة مش ماليش علاقة اللقطة دي زيها في الدوري الإنجليزي الممتاز في موراة مانشستر سيتي وإيفيرتون كانسل له تقريبا الكرة بتنزل بالطب في الأرض كده وهو بيليف ام تخطف قيله زي اللقطة دي بالملي بالملي زيها الحجم ما حسبهاش والضار ما حسبهاش لكن خرجوا بعد المباراة طبعا كل الناس قالت لو بنت صغيرة كيت بتحكم كيت حسبت الكرة دي ركلت جزاء بعد المباراة البتاع اللي هو الناس التحكيمي طلع اعلن اعتذاره وقال للفرق احنا اسفين الكرة دي كان مفروض تتحسب ركل الجزاء احنا اسفين جدا ونعتذر لنادي إيفيرتون انا دلوقتي اعتذاري اعمل لي ايه كمنتخب الجزائر هاي وهوصل لنجاز العالم تاني الموضوع انتهى فاللقطة دي لقطة واضحة وصريحة ان هي ركل الجزاء لمنتخب الجزائر ما تحسبتش عادي دي تاني لقطة اتاليه اللقطة معنا هي لقطة هدف سليماني لقطة هدف سليماني انا شاكك فيها 50 50 يا جماع لقطة صعبة شوية لكن اقولك انا جايمها ليه من ضمن اسوء اللقطة لقطة سليماني طلع بدماغه حاطة الكرة بتحس ان الكرة ايه اما خبطت هنا ايه اما خبطت تحت شوية هنا ايه بقى اللي انا بتكلم فيه اللي انا بتكلم فيه ان اللقطة دي لو فوق شوية كيتبقى هدف وصريح 100% لو تحت شوية هنا تبقى لقى هاند بول والمفروض تتحسب هاند بول لكن احنا شفنا في الريفيو تحت ان الناس في الفار حسبوها جول لكن الحكم بعد ما راح للفار وبص قال لك لا 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 دي جاء له هنا دي لا احسب مش هدف وهم لغي الهدف بطريقة عجيبة جدا جدا اللقطة دي 50-50 لكن اللقطتين اللي فاتوا 100% واضحين اللقطة الاولانية الهدف مش هدف صحيخ كان فيه خطأ على توانبة واللقطة التانية بتاعت راكلت جزائر راكلة واضحة وصريحة ما تحسبتش لها ما تعرفش ولقطة هدف سليماني اللقطة الرابعة وهي لقطة غياب التركيز عن لعبي منتخب الجزائر غياب التركيز امتى؟ في اخر 10 ثوانية يا جماعة انت متخيل ان انت دي امية وعشرين سجلت فيها هدف التأكل للمونديال وبعد اللقطة بثانية يجي في الجول ازاي؟ ويجي في الجول بلقطة غريبة كرة متعلقة باللونة اطلع في الكرة موت نفسك الكرة ما تعديش انما لقطة غريبة تحس ان اللعبة فقدت تركيزها 10 ثواني في الماتش عشر ثواني فقدت تركيزك هوبة تركيزها جول انت برا للمونديال انا كنت قاعدة جماعة لبست تشيرت الجزائر وبعمل ازاي؟ الحمد لله اخيرا يا منتخب مصر خرج وكنت بموت منتخب الجزائر عوضني منتخب بلد التاني وفسه بعمل كده وبجيب بلبست تشيرت وخلاص ها لقيت لك المنتخب جافي هون بلقطة ساذجة جدا في الكرة فاول بتلاعب من نص الملعب كرة طويلة دي اسهل حاجة في عالم كرة القدر انك تطلع على الكرة دي كرة اللي بتلاعب طويلة يعني واحد في الالف نياتي لجوه وسبحان الله بممتهى يعني عدم التركيز الكرة نزلت على دماغ اللعيب لصاحبه الثاني في تغطية دفاعية للأفصائب غير طبيعية واحد من اللعيب تجزائر كانواف بعيد جدا لورا عشان يغطي كل اللعيب حاجة غريبة جدا والكرة تكي في قلب المرمى بطريقة غريبة عجيبة وتلاقي منتخب الكاميرون بيحتفل واحنا مش مصدقين الصدمة عايز اقول لك يا جماعة الصدمة دي اكبر صدمة حصلتلي في تاريخ يعني من يوم ما بدأت التفرج على كرة من حوالي حاجة وعشرين سنة وانا بتابع الكرة يعني وانا كبير انا عندي تمانية وتلاتين سنة يا جماعة يعني خمسة وعشرين سنة كنت بتابع الكرة دي وانا وانا واعي كويس قوي اكبر صدمة حصلتلي في حياتي عمري ما شفت اقصاء بالصعوبة دي بالقسوة دي بالقلم ده دي كانت رابع لقطة وهي ان انت اكانش في تركيز لمدة عشر ثواني بس من لعبة منتخب الجزائر اللقطة الخمسة واللي دمرتنا تماما بقى هي اللقطة اللي واقع فيها جمال بالماضي وطبع كافيه لكاة كتير من لعبة الجزائر والجماهير والحاجات دي لكن لقطة جمال بالماضي يا جماعة كانت مؤثرة جدا الراجل شغله اللي كان عمال يشتغل فيه بقاله تلات سنين ويه بيحضر للمونديال بيزبط الدنيا وبجهز نفسه ها هنطلع للمونديال هب راح كل الحلم في لحظة وراح امتى بعد ما بقى في جيبه وحط رجليل اتنين في المونديال هب كده نط وراح منتخب الكاميرون مكاننا بصراحة حاجة مؤلمة جدا 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 لكن الناس بقى اللي بتتكلم عن بكاري جسامة بكاري جسامة دي يا جماعة انا قلت عنه قبل المباراة ولتلك يا جماعة خلي بالكم بكاري جسامة صعب جدا وحنا عارفينه من زمان قوي صعب جدا في التعامل صعب جدا الراجل سيء في كرة القدم انا مش هقول مرتاشي لانا ما عنديش دليل اقول مرتاشي والكلام اللي احنا عمالين نكتبه على السوشال ميديا ده لكن اللي اقدر اقوله لك ان الراجل ده اخطأ وارتكب جريمة في حق منتخب الجزائر في تلات لقطات منهم اتنين واضحين جدا منهم راكل الجزاء ومنهم هدف احتسبوا للكاميرا وهو خطأ واضح وفاضح وكمان اللقطة بتاعت هدف سليماني اللي تحس ان الفار قال فيها ان هي خلاص لك وهو برضو ما احتسبهاش هدف فما تفهمش في ايه لكن مش عايزين نفضل نكتب على السوشال ميديا يا جماعة ان لأ واحنا هنعيد الموتش اعادة الموتش مش هتحصل كل ده استهلاك اعلاني امش بقولك حاجة جملك بيها انا بقولك الحقيقة الواضحة عايز تسمع الحقيقة اقول هالك عايز تسمع بقى وهاني هنعيد الموتش اسمعه في مكان تاني الكلام ده لكن الحقيقة لا مصر هتعيد موتش مصر طبعا قدمت احتجاجات كتيرة وعندنا عريزة كده بتجاوزات وخرقات عملتها السنغال في مباراة مصر لكن برضو المباراة لن تعاد مباراة مصر مباراة السنغال مباراة الجزائر برضو لن تعاد امام الكاميرون انسى كل الحاجات ده تنساه المطلوب دلوقتي ايه جماعة ننسى الصدمة كمان ننتصها دي كرة قدم مش حياة انا عارف ان القصة قصة منتخب بلدي وانا زعلان على منتخب بلدي بس خلاص نتجاوز الموضوع ونبدأ ونبدأ نجري علشان نعمل حاجة كويسة في الفترة اللي جاية نبني فرقتنا كويس نعمل استقرار للفرقة انا اتمنى بقاء كيروش مع المتخب المصري زي ما اتوقع ان شاء الله بقاء جمال بالماضي علشان نكمل المسيرة لان انت ما ينفاش تهد كل اللي تبانى ده عشان لقطة في عشر ثواني ضيعت حلم ملايين ملايين من العرب وملايين من الجماهير الجزائرية في كل مكان شكرا لكم ما تزعلوش يا جماعة كنت زعلان ومصدوم وانا اكتر واحد فيكم مصدوم بخروج مصر وجزائر الاثنين منتخب بلدي يا جماعة خرجوا بسيناريو كارثة لكن ما تزعلوش ان شاء الله اللي جاي افضل في كرة القدم ندعم اللاعبة وندعم الفرقة نقف مع محمد صلاح قوي ونقف مع رياض محرز قوي فخرنا دول يكونوا موجودين ان شاء الله الفترة اللي جاي ويكملوا ويوصلوا هما الاثنين لما لا يعني كاس عالم اللي جاي ان شاء الله شكرا لكم حد الشيزاء يا جماعة واللي جاي هيكون احسن ان شاء الله سلام ومعقد